نذهب إلى سؤال رقم ثمانية عشر في سؤال رقم ثمانية عشر طلب مننا حساب الاستطاعة المنتصة بـ A لنعلم أن استطاعة المنتصة تساوي جذة ثلاثة في الجهد المركب في التي خط في كوز في لماذا أضفنا جذة ثلاثة لأنها استطاعة ثلاثية الطور والمحرك هو عبارة عن حمولة ثلاثية الطور وتساوي جذة ثلاثة في ثثمية وثمانين جهد المركب للشبكة في ثلاثة فاصل ربعة وثمانين أمبر لماذا اخترنا ثلاثة فاصل ربعة وثمانين أمبر لأن ربط الموجود عندي هو ربط نجمي وبالتالي نأخذ ثلاثة فاصل أربعة وثمانون في كوز في وكوز في عرفنا منذ قليل تساوي سفة فاصل ثمانية وسبعون وتساوي ألف وتسامية واثنين وسبعين واط وحدة الاستطاعة الفعالة هي واط توجد طريقة ثانية مردود يساوي الاستطاعة المخرج على استطاعة المدخل وبالتالي الاستطاعة المفيدة على الاستطاعة الممتصة والاستطاعة المفيدة معطة إذن بتحويل بيئة إلى الطرف الثاني تصبح بيئة تساوي الاستطاعة المفيدة على المردود وتساوي واحد فاصل خمسة في عشر قوة ثلاثة تحويل من كيلو واط إلى واط على المردود 76 بالمئة أي صفة 76 وتساوي الاستطاعة الف وتسامية وثلاثة وسبعين واط